من استخف بحرمات الله فلا تأمنه على شيء مما تشفق عليه أي شيء أنت تشفق عليه تحبه تريد أن تخبئه أن تكتنزه تعرص عليه أي كان ذلك الشيء معنويا أو حسيا مالا أو ولدا أو عقارة أو غير ذلك يقول ابن حزم من غلب على ظنك ممن تراه ممن حولك أنه يستخف بحرمات الله وهو من باب أولى أن يستخف بحرماتك أنت وهذا معنى دقيق وأنت عندما تخالط من يعمل معك أقرانك حشمك في البيت موظفيك في العمل زملائك في السفر غير ذلك ممن يخالطونك إذا وجدت في أحدهم استخفافا بحرمات الله يسمع الأذان ولا يبالي أن يقول كلمات بذيئة مثلا والأذان يؤذن لا يبالي أن يقول أقوالا خادشة للحياة وهو على مقربة من مسجد حتى ولو كنت معه وهو محرم تسمع منه أشياء تدل على استخفاف بالإحرام الذي يرتديه مثل هذا لا يؤمن على شيء أبدا من استخف بحرمات الله فلا تأمنه على شيء مما تشفق عليه لمن فاتته الحلقة يمكنه مشاهدتها على تابع